السلام عليكم أهلا بكم وجددا في فيزياء إلكترونية اليوم ندخل إلى قلب الآلة الكهربائية العضو الثابت أو القلب الحديدي للمحرك ثلاثي الأطوار هذه القطعة التي أمامنا هي العنصر الأساسي في توليد الحركة وهي نموذج يتميز بوجود 27 سن وكما نرى فأن مهمتنا هي لف الأسلاك النحاسية حول هذه السن بضع لفات لكل سن لإنشاء ملفات المحرك ولكن هذا العدد 27 سن هو واحد من عشرات التصاميم الممكنة فمحركات التيارة متنابة تأتي بأعداد مختلفة أيضا وليس فقط 27 سن هناك 24 هناك 36 هناك 48 وهناك أرقام مختلفة ولكن جميعها تحمل نفس المبدأ دعونا في هذا الفيديو نركز على نمط لف 27 سنا وكيفية تحقيق التوازن للمجانب الرطيسي لنبدأ الموضوع بسيط وليس صعب نلاحظ جميع الفازات أو الثلاث فازات في البداية تبدأ بالنسبة لهذا المثال عكس عقارب الساعة أو جميعها تبدأ مع عقارب الساعة هل انتبهت؟ يعني إما تبدأ الملفات تبدأ مع عقارب الساعة كل فاز يدخل ويبدأ باللف تبدأ باللف مع عقارب الساعة أو تبدأ جميعها مع أو عكس عقارب الساعة سوف أشرح لك ذلك سوف نستخدم الرمز السالب عكس عقارب الساعة يحدث تجاه اللفع عكس عقارب الساعة ونستخدم الرمز الموجب الزائد مع عقارب الساعة ربما أنت بعد قليل عندما تنتبه إلى اتجاه اللف سوف تستغرب من طريقة اللف انتبهت جيدا في المثال في المشهد التالي نلاحظ أن جميع الملفات تبدأ بسالب أي عقارب الساعة ثم الموجب طبيعي جدا ثم السالب هكذا انظر في النهاية تكون لدينا قطبان سالب سالب بقرب بعضيهما وليس سالب موجب سالب موجب سالب موجب هكذا كلا في السابق عندما قمت أنا بهذا المحرك يدويا يعني بيدي ورأيت هكذا تجاه اللف يبدأ سالب موجب سالب موجب بالتساوي ثم نلاحظ أن هناك قطبان سالبان بقرب بعضيهما أو قطبان موجبان بقرب بعضيهما أي أنه سوف يكون اللف سالب سالب موجب سالب سالب موجب أو موجب موجب سالب موجب موجب سالب هكذا حتى النهاية ثم يتم تجميع الملفات بأن هذا اللف هو نجمة يتم تجميع الملفات بنقطة نهاية واحدة جميعها تلتقي مع بعضها البعض في النهاية في السابق أنا حاولت تحويل المحرك هذا إلى المولد وأردت رفع الفولت عندما قمت بفك هذا المحرك القلب وأردت التعديل على اللفات وجدت أن هكذا هو ملفوف فاستغربت يعني سالب سالب موجب سالب سالب موجب فأنا اضطرت إلى فك واحد من الملفات وعكسه حتى أحصل على فولت عالي هو يولد كهرباء كذا ولكن ليس يعني بكفاءة جيدة هناك فرق كبير عندما تقوم بتحويله إلى مولد يجب أن تقوم بفك أحد الملفات الذي في الوسط يعني وعكس لفاته حتى تحصل على سالب موجب سالب موجب بشكل منتظم أو إذا كنت أنت تعمل في هذا المجال في لف المحركات يجب أن تعلم أن هكذا هو هذا اللف تبدأ يعني طبيعي الفاز الأول مع قارب الساعة تبدأ بالفاز الثاني مع قارب الساعة والفاز الثالث مع قارب الساعة أو بالعكس يعني جميعا بدون أي يعني تعقيد الموضوع بسيط إذا أردته كم محرك إن شاء الله يكون الشرح واضح تحيير للجميع والسلام عليكم ورحمة الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر